كشف أحدث تقارير مجلس صناعات الطاقة عن اتجاه منطقة الشرق الأوسط نحو استثمار 75 مليار و 630 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى عام 2030 وتشمل هذه الاستثمارات 116 مشروعا للطاقة المتجددة من المتوقع أن يبدأ تشغيلها بين عامي 2025 و 2030 وتضم هذه المشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والطاقة الكهرومائية وإنتاج الهيدروجين واحتجاز واستخدام وتخزين الكربون والطاقة الحرارية الأرضية وأنظمة تخزين الطاقة والبطارية أشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة مثل المرحلة الخامسة من مشروع مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية تحقق تقدما ملحوظا